3 خطوات لاستعادة الكرت الموحد للخدمات الحكومية خلال 10 أيام حالة فجدانه مشاهدوا ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة وزارة التموين والتجارة الداخلية وضعت عددا من الضابط والإجراءات التي يجب على المواطنين اتخاذها لاستعادة الكرت الموحد للخدمات الحكومية وذلك في حالة فجدانه أو تعرضه للتلف أو نسيان الرقم التعريفي الخاص بالكرت ويستخدم الكرت الموحد للخدمات في صرف السلع التموينية وسحب أيداع الأموال وخلال نشرتنا الإكبارية نستعرض لحضراتكم خطوات استعادة الكرت الموحد في حالة فجدانه أولا يتم الإبلاغ بشكل فوري عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 1539 ثانيا يقاف الكرت بعد الإبلاغ مباشرة لعدم السماح بإجراء أي تعاملات عن طريقه ثالثا الدخول على منصة مصر الرقمية وطلب خدمة استخراج كرت جديد طيب بالنسبة لتكلفة إصدار بدل فائت للكرت الموحد إيه هي تعالى نقول لكم أكتر عن التفاصيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه في حالة فجدان الكرت الموحد أو سرقته أو تلفه يتحمل صاحب الكرت مصاريف إصدار الكرت البديل وتبلغ تكلفة إصداره 300 جنيه ويتم إعادة تباعة وإصدار الكرت الجديد خلال 10 أيام فقط وزارة التموين والتجارة الداخلية قالت أن منظومة الكرت الموحد تهدف لتوحيد الخدمات الحكومية في كرت واحد فقط يستطيع المواطن من خلاله تنفيذ خدمات متعددة مثل السحب والإيداع بالبنوك وصرف السلع التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهت كمان رسالة هامة للمواطنين بشأن الكرت الموحد والبطاقات التموينية تمثلت في أن تطبيق الكرت الموحد لا يلغي البطاقات التموينية حيث تم تطبيق منظومة الكرت الموحد بشكل رسمي في محافظة بورسعيد وذلك لصرف المقررات التموينية والعيش البلدي على أن يتم سرايان استخدام البطاقات التموينية كالمعتاد أهم المعلومات عن الكرت الموحد إيه؟ الكرت الموحد منها سحب وإيداع الأموال ويستخدم في صرف السلع التموينية والخبز لمن حصل على الكرت أما البطاقات التموينية تعمل كما هي لمن لم يحصل على الكرت الموحد الكرت الموحد مطبق حاليا في محافظة بورسعيد فقط وسيتم تعميمه في باقي المحافظات تباعا تضم المرحلة الأولى للكرت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي والخدمات المدفوعات الإلكترونية بالإضافة إلى خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة تسليب الكرت الموحد للمواطنين يكون بالمجان من خلال الهيئة القومية للبريد يلزم الحصول على الكرت الموحد فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد الكرت الموحد يعتبر بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع لإداع أو الشراء أو السحب النقضي من مكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد خدمات التأمين الصحي الشامل على الكرت الموحد تمكن المواطنين من الحجز بكافة الطرق العادية المتبعة حاليا والتي تشمل مكالمة مركز الاتصال أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها وبكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة